في الموضوع التعليم والأول مرة يمكن في تاريخنا يعني بنصل إلى المحدد الدستوري وتقريبا بتخليف 600 مليار جنيه مخصصات للتعليم فهنسأل بقى الدكتور تامر شوقي طبعا مشرفنا لخبير التعليم الكبير أهلا بك دكتور منوار أهلا بك أهلا بك أهلا بكل سيدة ومشاهدين طبعا طول عملنا عندها تحديات كبيرة في التعليم والميزانية زادت السنة دي تقريبا هنقولك بالزبط ولكن وصلت تقريبا لحوالي 600 مليار يعني كما قال وزير المالية نحن كده حققنا تقريبا المخصص الدستوري طبعا التعليم عمر ما بنقول أنه هو كفاية ولكن إلى أي مدى بترى أنه ربما يكون فيه يعني تحسن ولو طفيف في هذه الجزئية لا شك أن التعليم هو قاتلة تنمية في أي دولة وطبعا انطلاق مرور مصر عشرين ثلاثين طول دولة مصرية بالرغب ما تواجه من صوابات اقتصادية وصلت بشكل سلبي نتيجة على الاقتصاد المصر نتيجة للأزمات العالمية بدءا من جياحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية ثم الحرب السودانية ده كله سبب ضغوط كبيرة جدا على الاقتصاد المصر أنا بس عايز أقول أنه معيش صحة أنا قدت سوتمائة مليار هي سوتمائة وواحد تسعين حولي سوعة مية جميل فبالتالي أنا عندي الأرقام وكنت أهلا حراك على يا فن وبالتالي رغم كل هذه الضغوط الاقتصادية إلي أن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة أولت اهتمام كبير بالتعليم ليه؟ عشان التعليم هو يعتبر العلاج أو الوسيلة الأسفية لعلاج كافة المشكلات التي يمكن أن تعاني منها مصر وإن شاء الله هو حيبل أداء للنهوض الاقتصادي في جميع مناحة مصرية طيب الدولة المصرية أو الحكومة قررت تخصيص ما يقارب حوالي 691.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وده يقارب الاستحقاق الدستوري تقريبا وده حاجة إيجابية وجميلة جدا على الرغم من وجود ضغوط كبيرة جدا على اقتصاد المصري طيب إحنا لازم نحط في اعتبارنا يا أستاذ حسام اللي إحنا عندنا عدد الطلاب في مدارس الجامعات حوالي 25 مليون طوالب بالإضافة يا فنبي لو وجود ما يقارب مليون معلم وعادوا هي اتريس بالجامعات طبعا فيه معلمين جديد إحنا عندنا عجزة في المعلمين وفيه معلمين بيخشوا دول طبعا أجور عندنا مسابقة دخل فيها 30 ألف وفيه 30 ألف هيخشوا فلا زيادة طبعا غير المخصصات التطوير بقى التابلت وباش التابلت والحاجات دي كلها أطفق محرك تماما أفنديم طبعا زي ما حرك عارف من تكلفة دي بقى زيادة وباعتبر إن إحنا بنجيب حالة كتيرة من الخارج تكلفة ضغار زيادة فبالتالي لازم نواجه هذه زيادة طيب إحنا زي ما حركت قلت كده إحنا محتاجين الفرص ديك في أفنديم أول حاجة زي ما حركت فضلت قلت اللي إحنا محتاجين نعين كما قرر السيد الرئيس حوالي 30 ألف معلم سنويا وإحنا في صدقين دفعة الأولى اللي عام ده خلال الأيام القادمة بالضبط يا فنديم وخلال خامسين كل سنة حيبقى فيه 30 ألف معلم كمان يا فنديم إحنا بنعمل حشنا نسد فجوة 400 ألف 150 ألف في الغاية 150 بغاية ده هو أكتر من كده بس الحكومة بتاع دفت دي أنا عريتها 400 ما عارش ده صح يمكن 150 في السيادة ومعلمين وكم ده كما أتكلم على فئة المعلمين يا فنديم ده أول حاجة ثاني حاجة فنديم إحنا بنعمل نهضة شاملة في المنائج التعليمية من أول مرحلة كي جي وان إلى الصفر 5 ست داي وإن شاء الله سأنا جاء حيب الصفر 6 ست داي ده كل محتاج تكاليف للطباعة محتاج تكاليف للتأليف إلى آخره محتاجين يا فنديم خاصة مهدرية بالضبط يا فنديم محتاجين مخاصة مهدرية للمعلمين والسلطة الجامعات محتاجين تكاليف التحول الرقمي في التعليم دلوقت يا فنديم نظم التعليم اختلفت تماما عنه دلوقت احنا تحولنا إلى التعليم الرقمي دلوقت الطلاب من أول أول سنوي بنسلمهم التابلت التقويم يا فنديم دلوقت begى تقويم إلكتروني من خلال أجهزة التابلت في الصفر الأول والثاني السنوي محتاجين يا فنديم اللي احنا ندخل التزقق الإلكتروني ostatدخل بالفعل في المرحلة السنوية من خلال امتحان 어제 ببابلشيت بالثمان العامة اللي احنا همتحنا إن شاء الله 450 ألف طالب وبرك في جامعات منظومة جامعة المصير دلوقتي حاليا كلها تشغال على نظام التصحيح الإلكتروني محتاجين اللي احنا ننشئ مدارس جديدة واللي احنا نرفع كفاية المدارس القائمة طبعا سمعت عن مشاكل كانت موجودة في بداية العام الدراسي نتيجة لسوق حالة بعض المدارس ونفيه أصوار وقات إلى آخره طيب محتاجين اللي احنا ننصف على تدريبات المعلمين سواء اللي هم جدد أو اللي هم موجودين في الخدمة عشان نتطور من أداءهم محتاجين اللي احنا نعمل منصات تعليمية نتطور في منصات تعليمية دلوقتي الجامعات يا فن مشغالة بالنظام الونلاين يعنينا في الجامعة تان شمس أسبوع بندرس عن طريق المباشر في الجامعة والأسبوع الثاني عن طريق الونلاين برضك محتاجين او وزارة طبيعة التعليم محتاجة أن هي طوات تكاليف المنصات تعليمية الخاصة بها وقنوات تعليمية الخاصة بها زي قنوات مدرساتنا واحد واثنين وتلاتة. دلوقتي احنا بنعمل جامعات جديدة ممتازة جدا سواء كجامعات أهلية أو حكومية وفي الجامعات الحكومية. التكنولوجية ده دخلت مجموعة كبيرة من الجامعات اللي فاتت الخدمة كتير بينها أهلي وتكنولوجي. جميل جدا يا فن أنا عايز بس أمايز بين الأهلي والتكنولوجي. الأهلي زي جامعات الحكومية بس فيها تخاصات جديدة قد تكون زي الطب أو الهندسة أو الهندسة لكن إن جامعات تكنولوجية أو مدارس التطبيقية تكنولوجية بجامعات ومدارس ذات طبيعة خاصة طبيعة عملية فيها تخاصات يفتقدها السوق المصري في العمالة تخاصات بيحتاجها سوق العمل سواء المصري أو العربي بل والدولة فن نحتاجين طبعا التكلفة ديت أو المصريف البحث عمي ذات شوية بس الناس شايفة أنه هو مازال قليل أربعتاشر مليار تقريبا هو بسط أولا حركة هو تكلفة بحث علمي إلى حد ما عالية جدا بسبب يعني حاجة جدا بس مش عايزين نغفر لنا يا فندم إن الحكومة المصرية وفار البنك المعرفة المصري وده كنز اللي باحثين بنك المعرفة المصري يا فندم إحنا بنخش فيه ونعمل سيرت على قواعد بيانات عالمية يمكن نزيل لأبحاث معمولا بحث في أمريكا وأوروبا وخلي بالك بيجيب لي البحث لو أنا جبت البحث ده من خارج 20 بحث واحد مش أقلي 32 أربعين درار وأنا محتاج عشان أعمل بحث واحد محتاج متى 120 بحث الأجنادي شوف وفر علي أديه مفهوم وكمان الرقم ده مخصص يعني الرقم ده يتكلم على التعليم كله تعليم القابلة الجميع أو التعليم الجميعي والبحث العلمي فهو برضو رقم يبقى كبير لكن لما تقسمه برضو فيه تحدي شكرا جزيلا دكتور تامر شوقي الخبير التعليمي ولكن لازم باحد يتفاعل لما نلاقي الزيادة في مخصص الصحة والتعليم واستفاقها للشرط الدستوري بس احنا محتاجين أكتر كمان يعني احنا بنزيد كل سنة يعني احنا حاولنا طبعا نلم الموزة العامة مليئة بالأرقام ومليئة بالتفاصيل دي موزة الدولة يعني بمكن تخش تطلع عليها موجودة وهتبقى موجودة بتفاصيلها الدقيقة للغاية احنا جبنا لكم أهم وأبرز العنوين الرئيسية في الموازنة النهاردة واللي جاءت في المناقشة أيضا أمام النواب البرلمان وأكيد هنتبع معاكم بقى على الفترة القادمة لأنه زي ما ذكرنا سميها موازنة الصموز سميها موازنة التحدي سميها زي ما نسميها ولكن احنا أمام تحدي كبير في الموازنة العامة للدولة المصرية 2023-2024 والشري ترجمة نانسي قنقر